أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارته لدولة إيرتريا وأن لقاءه الرئيسين الإيرتري والصومالي يعكس مدى أهمية التطوير وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث لمواجهة تحديات المشتركة والارتقاء بمستوى التعاون المشترك جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده خلال زيارته للعاصمة الإيرتريا أسمر إن اكتماعنا اليوم لا يبرهن فقط على متانة وتميز العلاقات بين دولنا السلام الشقيقة وإنما يعكس تنامي أهمية التطوير وتعزيز سلك العلاقات الأزلية سواء في مواجهة تحديات مشتركة في كل من القرن الإفريقي والبحر الأحمر أو للاستفادة من القدرات المتوفرة لدى دولنا لتعزيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا لقد اتماعنا اليوم في ديافة فخامة الرئيس والأخ العزيز السياسة أفرقي للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إذا سبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعت الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وتقويد الجهود أدعوبة لدولنا وشعوبنا التواقع للسلام والاستقرار والرخاط فدولنا الثلاث ومنطقتنا وشواطئنا على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر تغخر بالثروات وبالفرص الواعدة للتنمية والازدهار كما أننا نمتلك الإرادة والقدرة على اغتنام وتعظيم الاستفادة من تلك الفرص من خلال التعاون والتكامل والتنصيق الوثيق بيننا